بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الخامس بعنوان friction في جزئه الثاني طبعا اليوم نحن نشوف مع بعض الأنجلس of friction أو زوايا الاحتكاك طبعا هنا ردة الفعل N رح أسميها R في الحالة الأولى ما عنديش احتكاك ليش لأنه الفرس عمودية فمعنديهاش أي مكون أفقي عشان يتسبب في ردة فعل الحالة الثانية لو كانت الفرس P مائلة رح يصبح عندها مكون PX ينتج عليه هنا ردة فعل اللي هي تعطيني الاحتكاك F طبعا الاحتكاك F هذا بيساوي PX ليش لأنه لو كتبت مجموع الفرس باتجاه X بتساوي 0 رح تعطيني PX ناقص F بتساوي 0 يعني F بتساوي PX وهذا هو القوة الاحتكاك وبالنسبة للنورمل فورس هذه رح تكون موجودة أيضا هنا وبالنسبة للنورمل فورس لو وضعتها مع الفريكشن فورس F رح يكونوا مع بعض ردة فعل R اللي هي محصل ال N مع الفورس زي معشرنا هنا طبعا هنا المحصل R عنده زاوية أسميها Phi هذا هو المحصل وهذه هي الزاوية إلى حد الآن ما فيش حركة لو أردت أني أحسب طان Phi S اللي هو المقابل على المجاور المقابل هنا طبعا هو الفورس F على المجاور اللي هو ال N طبعا هنا ال F أو F M بتساوي ميو S N زي ما شفنا في السلايدز اللي قبلوهم في أول الشابتر لو قسمتها على N واختزلت فوقه تحت رح تساوي ميو S فبالتالي أكدر أكتب أنه طان Phi S بتساوي ميو S يعني Phi S لو عايز أجيبها بتساوي طان مينس 1 لميو S أمر للحالة الثالثة هنا لما بتكون Motion Impending يعني آخر نقطة قبل الدخول في الحركة طبعا هنا نفس الشيء مع الإشارة إلى أنه الفورس المكتوبة هنا بالنسبة إلي بدل أني أكتب فورس F رح أعوضها ب F M وبتساوي P X وطبعا تفضل القاعدة هذه تطبق في هذه الحالة نفسها مع تعويذ F ب F M وهنا بدل أنك تكتب الأنجل Phi أقل من Phi S رح تكتب هنا Phi بتساوي Phi S آخر زاوية قبل الدخول في مرحلة الحركة نمر الآن إلى الحالة الرابعة لو خلاص هنا أصبحت في حركة فبالتالي بدل أنك تكتب Phi بتساوي Phi S رح تصبح Phi بتساوي Phi K هنا نسبة إلى K نسبة إلى كايناتك طبعا هنا لو كتبت العلاقة ما بين الف كي والأن عبر الطان يعني الطان كي بتساوي المقابل على المجاور المجاور المقابل هو F K والمجاور هو N F K طبعا أعوذها بميو كي N واختزل N من فوق وتحت بتساوي كنتيجة نهائية ميو كي يعني طان Phi K بتساوي ميو كي يعني Phi K بتساوي طان مينس ون لميو كي Now we will consider the block of weight W resting on board with variable inclination angle Q هنا الأنجل بالنسبة إلى بتساوي سفر وما فيش أي احتكاك الآن ماذا يصير لو كان البلان مائل بزاوية أسميها ثيتا يعني هنا مفيش يعني ثيتا بتساوي سفر لأنه البلان أفقي هنا مائل رح تصبح هنا في زاوية ثيتا طبعا بالنسبة للزاوية هذه مفيش حركة إلى حد الآن لو عندي هنا وزن رح يكون عنده مكون طبعا هنا ومكون هنا لو عملت الإسقاطات هذه رح تساوي W Cosine ثيتا وهذه مقابلة بالنسبة للزاوية ثيتا رح تساوي W Sin ثيتا طبعا هنا أيضا في ردة الفعل رح يصبح عندي مكون اللي هو مكون الاحتكاك من هنا ومكون هذا اللي هو Normal Force طبعا نفس الفورس هذه بتساوي الفورس الموجودة هنا يصبح عندي مكون F بيساوي W Sin ثيتا ومكون النورمال بيساوي W Cosine ثيتا إلى حد الآن ما فيش حركة بعدها لو أصبحت Motion Impending يعني آخر نقطة قبل الحركة بالنسبة إلي W هذه نفس الشي عندها مكونات هنا وردة الفاعل هذه رح تكون عندها مكونات هذه نفسها هذه بتساوي FM وهذه هي Normal Force هنا طبعا طبعا الفرق الوحيد بين هذه وهذه أنه رح أغير هنا الفورس بFM اللي هي الآخر نقطة قبل الحركة وبدل أني أكتب ثيتا أقل من Phi S رح أكتب ثيتا بتساوي Phi S وهي The Angle of Repose بعد المرحلة هذه رح أدخل في مرحلة الموشن وهنا أكتب نفس الطريقة اللي كتبتها في الحالات الثانية والثالثة هنا عندي أيضا مكون أفقي ومكون عمودي نفس الشي هنا بالنسبة لردة الفعل اللي رح يتغير هنا هو أنه بدل تكتب Fm بتساوي W Sin ثيتا رح تكتب Fk أصغر من W Sin ثيتا يعني الاحتكاك المكون هذا بتعلوه W Sin ثيتا أكبر من Frixion Fk لو قرنت الفورس هذه بالفورس هذه أجد أنه Fk أصغر من W Sin ثيتا وبالتالي تتسبب في الحركة وأقدر أقول هنا أنه ثيتا أكبر من Phi S مكتب